من أهم ما أثبتته الانتخابات الأمريكية الأخيرة أنها دحرت مقولة أن الدولة العميقة ومافيات السياسة والمال ومصانع السلاح هي التي تصنع الحكومات الأمريكية قد يكون هذا صحيحا إلى حد معين وقد يكون فاعلا في المدن الكبرى التي تعشش فيها جماعات الضغط والمفاوضات والمقايضات والسمسرة والصفقات ولكن كل هذه الجماعات والمافيات والتكتلات فشلت في ثني الرجل العنيد عن العناد والتحدي حاصروه بالمحاكمات والتهم والحكايات والفضائح فلم يرتدع حاولوا اغتياله مرتين ولم يرتدع أيضا وأخيرا قرر المواطن الأمريكي رفعه على الأكتاف وإعادته إلى البيت الأبيض بحرية وشفافية وكرامة فقد قرر الشعب الأمريكي بأغلبيته الساحقة أن يعبر عن ندمه على منح ثقته لأباطرة الحزب الديموقراطي فرفض وبقوة سياسات الفشل والحروب والتوترات والمؤامرات وثقافة الإجهاض الحر والتحول الجنسي والمثلية وفرض سيطرة الحزب على الاقتصاد والثقافة والتربية والتعليم والأمن والحدود فلم يقرر أن يمنح دونالد ترامب هذا النصر المدوي فقط بل أهداه مجلس شيوخ من حزبه ويحتمل أن يمنحه أيضا أغلبية مريحة في مجلس النواب ليطلق يده بالكامل في شؤون أمريكا والعالم دون معارض ولا مشاكس ولا ناكر ونكير سيتغير العالم في السنوات الأربع القادمة هذا أكيد وبما سيحققه من إنجازات ونجاحات أيضا مؤكدة سيخلف لنائبه دي جاي فانس ما سوف يسهل له الفوز بالرئاسة في عام 2028 وقد يعاد انتخابه لدورة ثانية في 2032 يعني أن أمريكا من أول العام القادم وحتى نهاية عام 2036 ستعيش ويعيش معها العالم تحت خيمة الحزب الجمهوري شاء من شاء وأبا من أبا اشتركوا في القناة